عند ذكر اسم دبي تتسارع إلى الأذهان صور التطور والإبداع التي رسمت بها جوانب الحياة في المدينة فما أبرزها خلال هذا الأسبوع الإجابة مع زميلتي في غرفة الأخبار ديما نجم معدة فقرة الإمارات في أسبوع يسعى صباحش ديما؟ صباح الخير روناك نبيت يلا اليوم شعدنا خلال هذا الأسبوع رح بلش من فعالية طلقة اليوم بدبي روناك يلي هي القمة العالمية للابتكار 2018 يلي هي بتهدف لأبراز الابتكار والتطور يلي بتعمل عليه طبعا دبي دائما وهي القمة من أبرز الفعاليات ضمن المنطقة وبيجي تنظيمة ضمن إطار سعي اقتصادية دبي نحو بناء مستقبل مبتكر ومتطور دائما طبعا بيشارك فيه عدد كبير من المسؤولين كبار المسؤولين والإعلاميين بهدف مثل ما حكينا براز دائما الجانب المتطور والأفكار الابتكار والإبداع عندي خبر كتير حلور هناك يشجع على الدراسة وعلى الثقافة اللي هو أنه ضمن تحدي الترجمة اللي أطلقه الشيخ محمد بن راشد المكتوم تم ترجمة خمسة آلاف فيديو تعليمي طبعا بالرياضيات وبالعلوم اللي هو إجمالي عدد الكلمات تابعون 11 مليون كلمة قام فيهم أكثر من 300 متطوع متطوعة من أنحاء الوطن العربي طبعا بهدف أنه يقدموا تعليم عن بعد لأي حدا لأي طالب في أنحاء الوطن العربي بيقدر صار أنه يطلع ترجموهم بحيث أنه يقدر أي حدا يدخل على فيديو يشوف فيديو تعليمي باللغة العربية بيقدر بيتعلم عن بعد شو ما كانت ظروفه بتمنعه عن الدراسة بتمنعه عن كتير شغلات هلأ كلا يعطنا بنعرف أنه لما بنسافر شوي إجراءات السفر مزعجة أنك تحملي جواز السفر والهوية والبطاقة هلأ بدبي صار في ممر ذكي هلأ جربوا يعني تشغيل تجريبي ونجح التشغيل على أنه يصير تشغيله إن شاء الله قريبا يعني أنت بس المسافر بس بيمرق فيه بدون ما يبرز هوية أو تكت طيارة أو أي شي بما أنه هو ممر ذكي لحاله بيتعرف على شخصيته على هويته على ملامحه بيطلع كل المعلومات أنه هذا حاجز تكت طيارة على البلد الفلاني الساعة الفلانية جواز سفره بيخلص بالتاريخ الفلاني يعني بس هو عليه أنه يمشي بهذا الممر دائما التسهيلات متواجدة في الإمارات خاصة في دبي هلأ مثل ما بنعرف موسم سياحة كتير بالإمارات وفي دبي خاصة خاصة على السباحة قبل ما تجي الشتوية وهيك هلأ جروا كتير حلو أطلقت بلدية دبي المنقذ الطائر يلي هو عبارة عن طائرة بدون طائرة بدون طيار يلي هي بتتلقى أي نداء من أي حدا عن بيغرق سواء كان فرد أو مجموعة وبتقدر أنه تأخذ لهم عوامات بحيث يعني بتقدر أنه تحمل أربع عوامات هالأربع عوامات كفيلة بأنه تنقذت من أشخاص وبالمقابل فيها تأخذ بدل العوامات مثل أعوامة وحدة كبيرة مجرد ملامسة للمي بتنتفخ لحالة بيقدروا أنه تنقذهم فهي كتير حلوة بتشجع تشجعني لي أنا أكتباحي أيوة صحيح هلأ في خمس معالم سياحية بدبي دخلت موسوعة جينيس اللي هني طبعا برج خليفة كأطول هيكل أو جسم مصمع من أيدي الإنسان كمان في أطول فندق بالعالم اللي هو فندق جيفورا يلي بيبلغ طوله 356 متر كمان بنعرف أنه في أكبر منتجة التزلج اللي هو سكي دبي أكبر شي بالعالم كمان فيه كمان أنه دبي تضم مترو الخط الأحمر يلي هو كمان أطول خط مترو في العالم وآخر شي اللي هي حديقة دبي للزهور الميريكل جاردن كمان دخلت موسوعة جينيس بعد تقديم أكبر مجسم من الزهور بالعالم لطائرة مجسم لطائرة الإمارات Airbus A380 هلأ خبري الأخير كمان عن السياحة هو أنه دبي حصلت على جائزة الوجهة الأفضل لهذا العام هاي اللقب اللي حصلت عليه خلال حفل توزيع جوائز Sea Trade Cruise 2018 بالبرتغال كهي أفضل وجهة سياحية بحرية بدبي بتستقطب العالم والناس بتحب تجيه من كل أنحاء العالم هلأ هاي أبرز شي بهذا الأسبوع كان روناك طيب ديما أكثر موضوع تفاعلوا يا الناس عبر موقع التواصل الاجتماعي من خلال متابعة تشأتي لكل ما يجري هلأ موضوع التحدي الترجمة اللي هو التعليم عن بعد كتير لاقى يعني إقبال من الناس كتير ناس مدحت فيه ومبسطت فيه لأنه صار أي موضوع إذا أنت مش قادرة تبعثي ابنك على المدرسة أو مثلا حابب يطلع على شي ومش مضطر أنه يقعد يترجمه ياخد نص يترجمه أو هيك خلص وحتى مش نص مقروء لا فيديو يعني هذا الشي بيسهل عليه كتير عملية التعليم عن بعد شكرا جزيلا لتواجد اسمام زميلتنا العزيزة ديمة نجم معدس فقرة الإمارات في أسبوع شكرا اشتركوا في القناة